إذن ماذا سيقدم صندوق النقد الدولي للدول النامية؟ هناك بالفعل دول عديدة بدأت تعاني من التعثر في سدد ديونها ماذا ستفعلونها؟ كيف ستساعدون هذه الدول؟ نحن مضطرون لمساعدة الدول النامية ضد الأزمات فأثناء جائحة كوفيد قدمنا دعما ماليا لعدد 96 دولة وخصصنا 650 مليار دولار لإتصاف إلى ديون الدولة هذه المليارات لم تضاف إلى ديون الدولة ولكن تضاف إلى احتياطياتها والآن نفعل شيئين يهم أولا تشجيع الدول على طلب التمويل مبكرا دون الانتظار لمرحلة تدهور اقتصادياتها دعونا نقدم لكم الدعم قبل حدوث الأزمة أنا وهنا أسجل بأنني فخورة بأن مصر كانت من الذكاء بمكان لطلب الدعم مبكرا ثانيا العمل مع دول عليها مديونيات مرتفعة للتحول نحو إعادة هيكلة اقتصادياتها 25% من الأسواق الناشئة لديها سندات مقايضة 60% من الدول ذات الاقتصاديات المنخفضة على نفس المستوى أو قريبة من تلك المحنة وليس لدينا أزمة ديون بعد ولكن إن لم نناقش بفعالية هذه الدول المعرضة للخطر فإننا نخاطر بأزمات كارثية لهذه الدول يعني إذن هل تتحدثون عن إعفاءات في الديون عن شط بديون مثلا لبعض هذه الدول نحن نفكر دائما في اتخاذ إجراءات مبكرة سواء من خلال ريستراكتشينج إعادة هيكلة أو ري بروفايلينج ما هو الفارق بين كلا الإجراءين؟ ري بروفايلينج تعني أننا نتحدث مع المدينين لممد فترة الدين بمعنى تغيير تركيبة العملة أما إعادة الهيكلة أو ريستراكتشينج فإنها تعني التفاوض مع الدائنين لتقليل المدة الضغطة لسداد الديون فيما يتعلق بإسقاط الدين فإنه حتى الآن لا توجد مناقشات واضحة وحقيقية لكن هناك فوائد بالطبع لكن لا توجد مناقشات جادة نظرا لأن الإعفاء يحقق فائدة للدولة حيث تستفيد منه ولكن تخلق أيضا حالة من العشوائية والخطر لأنها تعكس عدم قدرة الدولة على إدارة تمويلاتها وأموالها ولكن تخلق أيضا حالة من العشوائية ترجمة نانسي قنقر